الحمد لله يعني سمعتني الحركة أنني عايز أتكلم كلمة يمكن بس عشان حسن بيه عبدالله قاعد بس عايزيني نحايا باندم على قرار بتاع يوم الخميس وهو تحرير الأول احنا عارفين هو هو قرار فيه تحدي كبير جدا لكن إدانا الضوء التام والارتياح التام في العمل إن شاء الله كان عندها تخوفات يمكن نحضرنا كل المؤتمر الاقتصادي يا فندم وكننا بنتكلم بدنا من بعد وكان كل واحد يطلع بيتكلم بيعلق وانتوا هتعملون إيه في البضايع هتعملون إيه في كذا ده فيه مصنع قرار يوم الخميس يا فندم انتص كل ده وبدأت فعلا البضايع تخرج وبدأ يبقى فيه النظرة اللي فيها أريحية يمكن لو سمعتنا الحركة أوضح نقطة هو السعر اللي حصل دلوقت ده ده ما يقديش إلى زاد السعر نهائي وده اللي احنا بس عايزين نوضعها للناس هو النسكة بتسعر عليك قصة ما فيش بضاعة فيه عجز فالعجز ده بيولد إن الأسعار بترتفع لمجرد إن فيه عجز طب أنا لما كلها يشتغل تاني والتسعير الحقيقي يشتغل وكل الأمور دي تشتغل الشغل يا فندم هو اللي بيخلي أسعار تنزل توافر السلع هو اللي بيخليها تنزل إنما ناقص السلع هو اللي بيخليها قديل الارتفاع ففندم إحنا يعني طول عمرنا دعمين للدولة طول عمرنا دعمين في قرارات دي زي ما الخطة اتضحت اشتركوا في القناة